اشتركوا في القناة والسنغال وسنغفورا وكان في استقبال معالي الوزير لدى وصوله ابو ظبي الفريق سمو شيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث اشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة معربا عن شكره وتقديره للفريق سمو شيخ سيف بن زايد الانهيان على هذه المبادرة الطيبة والتي تحمل معاني مسؤولة ورؤية شاملة في خدمة الأمن الدولي وأكد معالي الوزير أن تشكيل تحالف أمني دولي في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها وصورها أمر تستدعيه الظروف والمتغيرات الأمنية المتسارعة ويتطلب وضع تشريعات كافية من شأنها تعزيز سبل المكافحة وحماية الأمن والسلم الدوليين منوها إلى الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في التصدي للجريمة بكافة أشكالها خصوصا مع ظهور أنماط جديدة من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بأساليب مبتكرة وتقنيات عالية وقد تم خلال الاجتماع تقديم إيجاز عن نتائج اجتماعات عام 2017 وخطط واقتراحات عام 2018 المتعلقة بأجندة دول التحالف الأمني الدولي كما تم تجشين الموقع الإلكتروني للتحالف والذي قامت بإنشائه وزارة الداخلية بمملكة البحرين كما تضمن الاجتماع تبادل التجارب والخبرات بهدف تشكيل رأي عالمي موحد وعمل مشترك يتضمن تبادل المعلومات حول عصابات الإنترنت والقرصنة العالمية والمواقع ذات المحتويات المتطرفة بجانب تحديد الاحتياجات التدريبية وإنتاجية العاملين في مجال تحريات وأدلة الجرائم الإلكترونية كما تضمن الاجتماع بحث المقترحات التي أعدها الفريق الفني التخصصي في أمانة التحالف الأمني الدولي واستهدفت سبل تعزيز الأمن الإلكتروني ووسائل الحماية عبر شبكة الإنترنت وخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية الحد منها بالإضافة إلى موضوعات ذات صلة بأمن الإنترنت من بينها تقييم مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كما شملت الاقتراحات سبل تعزيز خدمات تثقيف النزلاء في المؤسسات العقابية وأكد وزراء الداخلية للتحالف الأمني الدولي في بيانهم الختامي أن المحتوى ذا الصفة الإجرامية أو المتطرفة عبر شبكة الإنترنت يشكل تهديدا أمنيا علميا كبيرا ويتطلب استجابة منسقة دولية كما أقرى الوزراء توصيات فرق العمل الفنية وإنشاء تطوير استجابة وطنية متكاملة لمكافحة المحتوى ذا الصفة الإجرامية أو المتطرفة وتتضمن وضع إطار على المستوى الإقليمي لتعريف وتصنيف المحتوى ذا الصفة الإجرامية أو المتطرفة على شبكة الإنترنت واعتماد آلية مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم وتحديد المنصات عالية الخطورة لكل بلد من الأعضاء وتطوير قاعدة بيانات للكلمات الرئيسية والوسوم والبصمات الرقمية لتحديد ومنع المحتوى ذا الصفة الإجرامية أو المتطرفة عبر الإنترنت لكل دولة من الدول الأعضاء مع وضع استراتيجية لشراكة مع الشركاء التكنولوجيا الرائدة بشأن مكافحة المحتوى للصفة الإجرامية والمتطرفة عبر الإنترنت من إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات عبر الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وفي سياق متصل عقد الفريق الرقم معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اجتماعا مع السيد كاسيفة شامونغام وزير الداخلية والعدل في جمهورية سنغافور الصديقة تم خلاله بحث تطوير التعاون الأمني بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى التنسيق والعمل المشترك بهدف التصدي جماعيا للقضايا المشتركة وتحديد المسؤوليات والبحث في وضع بنية شراطية عالمية لمكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية